فاتن حمامة وعمر الشريف قصة الحب الكاذبة في أي وقت بنسمع اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لازم نفتكر النجم العالمي عمر الشريف وده طبعا بسبب قصة الحب الكبيرة اللي بينهم وإن الناس مفكرها إن قصة الحب الأسطورية دي استمرت لآخر العمر رغم انفصالهم لكن اللي ناس كتير ما تعرفهوش إن فاتن حمامة عاشت قصة حب أقوى مع زوجها الثالث بعد طلقها من عمر الشريف والجوازة دي استمرت 40 سنة تعالوا نحكي لكم شوية عن الجوازة دي اتجوزت فاتن حمامة من الدكتور محمد عبد الوهاب سنة 1975 وكان أستاذ الأشعة بكلية طب القصر العيني وكان مثال للزوج المحب العاشق المخلص اللي حبيته فاتن حمامة من كل قلبها عاش معاها حياة هادية نعمة رومانسية خالية من المشاكل على مدار 40 سنة عاشوا فيهم في هدوء تام وحياة كلها حب وتفاهم وبعدته عن الأضواء والمصورين والحياة اللي كانت عايشها مع عمر الشريف قبله والحقيقة إنه ملقب إعلاميا بالزوج المظلوم لأنه عاش حياته كلها بيسمع دايما عن الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف واللي جمهور اللي اتنين بيعيد إحياءها في كل مناسبة بتخص فاتن أو عمر ورغم إن دي حاجة بتدايق أي زوج إلا إنها عمرها مأثرت على علاقته بفاتن حمامة وفضلت قصة حبه لفاتن سبتة قدام أطلال الزواج السابق واللي رافض الجمهور يصدق إنه انتهى ومن أشهر المواقف اللي بيينت إن فاتن حمامة خلاص ما بقتش قادرة تسمع اسم عمر الشريف لما فيه صحف يكلمها في التليفون وقال لها إيه تعليقك على كلام عمر الشريف وقبل ما يكمل كلامه فاتن حمامة انفجرت فيه وده بيبين قد إيه هي كانت مخلصة لزوجها ومتدايقة من الكلام الدائم عن زوجها السابق وحسب كلام الفنانة سميرة عبد العزيز فاتن حمامة عاشت أسعد أيام حياتها مع محمد عبد الوهاب وإنه لما كانت فاتن مريضة كان بيقعد تحت رجليها ويعيط وما كانتش بتتكلم أبدا عن عمر ولو جات سيرته بتقول مناش دعوة ويوم وفاة الفنانة فاتن حمامة سنة 2015 ظهر زوجها في الصورة الشهيرة جنب الجثمان وهو في حالة سيئة جدا وعلى عكس المتوقع خالص لما توفى الفنان عمر الشريف كان محمد عبد الوهاب أول الحاضرين في صلاة الجنازة وده بيبين لك أنه ما كانش أبدا متأثر ولا متضايق من الكلام عن عمر وفاتن لأنه واثق من مشاعرها وأنه كل ده كلام جمهور ومحبين مش أكتر عاش عبد الوهاب بعدها فترة حزن كبيرة عليها وتوفى سنة 2018 بسبب أزمة صحية والدكتور محمد عبد الوهاب هو الجوازة رقم 3 في حياة فاتن حمامة زوجها الأول كان المخرج عز الدين زلفقار أخو الفنان صلاح زلفقار واللي اتجاوزته وهي صغيرة قوي وخلفت منه بنتها نادية وما كانتش سعيدة معاه وانفصلت عنه وبعدها اتجاوزت عمر الشريف وتم الانفصال بينهم بسبب انشغاله عنها بالعالمية وأخيراً لقيت حب عمرها وعاشت سعيدة معاه لحد آخر يوم في حياتها لو عجبتكم القصة تابعونا على صفحة نجوم الفن واستنوا الفيديو اللي جاي